كان يا مكان كان طلاب الدبلوما الأمريكية في مصر عايشين في سلام وأمان علشان يدخلوا الكلية كان لازم يمتحنوا كذا امتحان واحد امتحانات مواد المدرسة اللي هو الجي بي اي بيسموه واثنين امتحان أمريكي اسمه اس اي تي اللي بعد كده من مصر لغو وثلاثة امتحان تاني اسمه اس اي تي تو ودهم العالم كله شلو علشان يحلوا المشكلة جمعة الاس اي تي وبامتحان تاني امريكي برضو اسمه اي سي تي بدلو بعد كده برضو الاي سي تي ده لغو وحطوا بدالوا امتحان مصري اسمه است اخترعو اما الاس اي تي تو فده برضو بدلو بامتحان اسمه استي تو وواحد تاني اسمه اي سي تي تو المهم الطلب اعتردوا وما عجبهمش امتحان الاي اس تي اللي عليهم فرضو اما قرروا ان الاي اس تي يخلو وفكروا ان الاي سي تي يقبلو والاس اي تي في المستقبل ان شاء الله يرجعو علشان الطلبة بقى مستقبلهم يضمنوه لازم كل امتحان من الثلاثة دول يذكروه وبلاش قرار الوزارة يستنوا ربنا معكم شكرا حضرات لو الفيديو ده عجب حضراتكو اعملوا لايك او اعملوا سبسكرايب او اعملوا فالو او اعملوا شير او اعملوا كل الحاجات الحلوة دي وقولولي في الكومنتس بليز رأيكو ايه و ايه افكاركو لفيديوهات جديدة واشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا حضرات سلام عليكم